السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء بهذا اللقاء المتجدد ما زمنا وإياكم نتأمل ونتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى نتدبر في سورة الاعراف التي هي من المفصل في القرآن الكريم والتي فصل فيها ربنا عز وجل اخبار الانبياء والمرسلين وعدد فيها الله تعالى الوقائع للأمم والأقوام التي مرت في التاريخ فيها عبر وعضات للجميع توقفنا عند قصة موسى الكريم عليه السلام وتحدثنا كيف خرج اليهود من بني اسرائيل من مصر في اتجاه ارض المعاد في صحراء سيناء وكيف عظم الله تعالى امر موسى وعزره ونصره نصرا مبينة وكيف اكرم الله تعالى بني اسرائيل بنعم كثيرة ومتعددة ومن ثم طلب الله تعالى من موسى ان يأتيه الى الميقات عند جبل طور ليعبر عن شكره وامتنانه لله سبحانه وتعالى حتى انه لما سمع صوت الله سيدنا موسى سوف يطلب ان يرى نور الله وربنا عز وجل سيخبره بان هذا الامر غير ممكن اثناء غياب سيدنا موسى عن بني اسرائيل لمدة اربعين ليلة سيتخذ السامري العجل وسوف ينحرفون من عقيدة التوحيد الخالصة الى عقيدة الوتنية انتبهوا ايها الاحباب هناك صراع عبر التاريخ صراع ازلي بين عقيدة التوحيد التي دعا لها كل الانبياء والمرسلون وبين عقائد الوتنية التي يجر اليه ابليس واعوانه فسيدنا موسى لما عاد من مقاته مع ربه سبحانه وتعالى وجد قومه قد اتخذوا العجل وصاروا يعبدونه من تم غضب غضبا شديدا والقى الالواح وجر برأس اخيه وبلحيته وقال كلاما شديدا سيدنا موسى لم يرى غضبا كما رؤيا لما رأى قومه قد انحرفوا عن العقيدة السليمة ومن ثم سيأمر ربنا سبحانه وتعالى القوم بالاستغفار الاستغفار سيقوم به الصالحون من بني اسرائيل هناك طائفة غيرت وبدلت وهناك طائفة مؤمنة صالحة على المنهاج القويم سيدنا موسى سيأمر قومه بان يستغفروا ربهم وهنا توقفنا في حصة الامس نبتدي ايها الاحباب الكرام من الاية مئة وخمسة وخمسين من سورة الاعراف الاية مئة وخمسة وخمسين من سورة الاعراف قال ربنا عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة انا هدنا اليك قال عذابي اصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم ايها الاحباب الكرام ما معنى هذه الايات البينات وقد ابتدأت من قول الله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجل اراد ربنا عز وجل من بني اسرائيل ان يستغفروه ويتوب اليه وهو ما يسمى اليوم عند اليهود بيوم الغفران يسمى يوم كيبور يوم كيبور يوم عظيم ويوم مشهود سيجتمع بني اسرائيل وسوف يصومون لله تعالى على مدار اليوم والليلة وسوف يعتكفون على العبادة والطاعة والصيام والاستغفار فاراد ربنا عز وجل ان يختار منهم الصالحين اصلح الصالحين لكي يذهبوا ويخرجوا ما يسمى في سفر الخروج يخرجوا من تلك الارض الى طور سيناء في اتجاه فلسطين يذهبون الى هناك ويستغفرون المولى عز وجل في البدء سيدنا موسى قال سأختار الصالحين فعارض سبعون الف سبعون الف عرضوا انفسهم بانهم من الصالحين انهم لم يعبدوا العجل لان من عبد العجل سيعلمه موسى عليه السلام لما يحرق العجل ويرمي برماده الى النهر وكل من شرب من الماء علق في فمه رماد فعلم انه من عباد العجل فيه الوتنية ما عنده عقيدة التوحيد الصادق الخالصة لكن الذين شربوا من الماء ولم يعنق بهم رماد علم بانهم صادقون في البدء كان حوالي سبعين الف من الصالحين من مني اسرائيل ثم ارد موسى عليه السلام ان يختار اصلح الصالحين فاصطفى من سبعين الف سبعة الف ثم ارد ان يصطفي منهم اصلح الصلحاء فاختار من سبعة الاف سبعمئة ثم ارد ان يختار من سبعمئة اصلح الصلحاء فاختار منهم سبعين واختار موسى قومه سبعين رجلا لمقاتنا سبعين من الرجال هم الاتقى من بني اسرائيل والصالحون المعروفون بالعبادة وبالطاعة وبالايمان الصادق اختارهم موسى عليه السلام لكي يذهب الى طور سينا بالوادي المقدس طوى لهو منطقة مقدسة كما ذكرنا الاماكن المقدسة في الاديان كلها مجموعة في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين التين والزيتون معناها بيت المقدس وطور السينين يعني جبل طور والصحراء سيناء بالوادي المقدس طوى وهذا البلد الامين يعني مكة المكرمة هذه البقاع المقدسة هي مهدو الانبياء ومهدو المرسلين اليهود طلب منهم ان ينزلوا الى طور السيناء لكي يقدموا الاستغفار للمولى عز وجل فلما دهبوا مع سيدنا موسى للاستغفار والبكاء سيدنا موسى كليم يتكلم مع الله فاذا بطائفة منهم يقولون يا موسى ما دمت انت تسمع كلام الله نحن نريد ايضا ان نسمع كلام الله فقال لا تستطيعون فقال لم ادعو الله لكي يمكننا من الاستماع ان نستمع لكلامهم مباشرة سيدنا موسى حينما يذهب لسمع كلام الله بالميقات ليس كاي وقت هناك ميقات محدد وزمان ومكان محدد المكان هو جبل طور والميقات يحدده المولى لميقاتنا كان سيدنا موسى اذا ذهب لكلام الله يأتيه عمود من النور فيه رياح فتطوف هذه الرياح بسيدنا موسى عليه السلام بشكل مرعب ومخيف ومدهل عظمة الله تعالى وحينما يكلم الله موسى عليه السلام يرى في جبينه نور ساطع تقشعر منه الابصار هكذا كان موسى عليه السلام ربنا يكلمه والنور يستع من جبينه وكل الانبياء عندهم هذه الحالات حسب كل حالة مثلا سيد محمد صلى الله عليه وسلم ربنا كان لما يلقي اليه الوحي عن طريق جبريل عليه السلام كان يتصفض عرقا ويغليك المرجل وفي اليوم البارد كله عرق الوحي قوي انا سنلقي عليك قولا تقيل سيدنا موسى كلما كلمه الله وسمع صوت الله كان يشعر شعور غريب فاذا بهؤلاء القوم قالوا يا موسى انت سمعت كلام الله نحن ايضا نحن السبعين رجل من الصالحين نريد ايضا ان نسمع كلام الله اطلب ربك لكي يقدرنا لسمع كلامه فسيدنا موسى ذهب عند رب العالمين وقال يا رب معي سبعين رجل من الصلحاء من بني اسرائيل انهم يريدون ان يسمعوا صوتك فادن لهم الله تعالى بسمع صوته فجاءوا الى طور الصيناء فبدأ الله تعالى يتكلم ويخاطب موسى ويأمره بما جاء في الالواح يقوله الحلال والحرام يقوله افعل لا تفعل مجموعة من الوصاية لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تسرق لا تظلم مجموعة من الوصاية فيها الحلال والحرام وهم يستمعون لكنهم لما فرعوا من السماع بعضهم قال لم نفهم كلام الله ضلوا بان الكلام سيأتيهم من مخاطب ومخاطب اليه لكن الكلام جاءه من الاعلى والاسفل واليمين والشمال والامام والخلف فقالوا هذا كلام غريب المفروض الكلام مخاطب ومخاطب اليه وادات خطاب وحوار من الطرفين لكن ما سمعناه الان سمعنا اصوات تأتي من الفوق والاسفل واليمين والشمال والامام والخلف فقال انكم لم تستقبلوا كلام الله تعالى الطائفة الثانية قالوا يا موسى نحن نريد اكتر من سماع كلام الله نريد ان نرى الله جهرة اذا اردت ان نؤمن لك يا موسى وندعن لامرك لابد ان نرى الله جهرة سيدنا موسى قال هذا الامر لا يمكن انا بنفسي طلبت من الله ان اراه فقلت يا ربي ارني انظر اليك فقال لن تراني قلت لا يا ربي استعطفته قال يا موسى من رآني احترق انا كل نور فقال موسى يا ربي اراك واحترق فربنا شفق بي وشفق بحالي فقال انظر للجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى سعقة فقال يا قوم انكم لن تستطيعوا ان ترون نور الله انظروا للجبل لقد انفجر وتفتت صارت تراب فقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة هنا ربنا عز وجل سيأمرهم بان يدعوا بما شاء فبدوا يدعون اول ما قالوا قالوا اللهم ارزقنا خير ما رزقته للذين من قبلنا وارزقنا خيرا احسن ممن يأتي من بعدنا ارزقنا رزقا واعطينا افضل مما اعطيته للخلق قبلنا وارزقنا خيرا ورزقا اعظم ممن سيأتون من بعدنا قال فكره الله تعالى كلامهم هذا كره انهم يطلبون شيئا خير من السابقين وخير من اللاحقين ثم اذا بهم يقولون يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة هنا غضب الله سبحانه وتعالى عليهم فماذا قال واختار موسى قومه سبعين رجل مقاتنا فلما اخذتهم الرجفة ما مدعتهم الرجفة ان الله عز وجل سوف يسلط عليهم رجفة والرجفة هي الارض تهتز من تحتهم فاذا بهم يموتون جميعا سعقوا سعقوا جميعا فبقي موسى وحيدا فقال موسى عليه السلام يا رب اذا مات هؤلاء سارجع الى بني اسرائيل ويقولون يا موسى قد قتلتهم قتلت خيارنا وقتلت الصالحين منا ماذا اصدع يا رب فبدأ يطلب من الله تعالى ان يبعتهم من جديد وصار موسى يبكي ويدعو ربه حتى بكت فيهم الروح من جديد ماتوا فاحيوهم فلما اغضتهم الرجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا بما فعل السفاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتغذي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين بدأ سيدنا موسى عليه السلام يستغفر ربه ويقول يا رحمن كل هذا الذي وقع انما هو ابتلاءات تختبر ايمان عبادك وعبادك لم ينجحوا في الاختبار عبادك فشل مرة والاخرى اغفر لنا ولا تواخدنا بما فعل السفاء منا فربنا عز وجل سوف يبعث الروح في هؤلاء القوم جميعا وسوف يحيون من جديد بعثناكم من بعد موثكم فلما باعتهم الله تعالى العلماء قالوا بان ليسى المسيح عيسى بن مريم وحده الذي احيى الموت ومن ثم النصارى اعتبروا انه اله وعطوا مقم الالوهية حتى سيدنا موسى عليه السلام احيى الموت فلما احياهم الله تعالى احياهم بعد موتهم شهدوا هذا المشهد العظيم فصاروا هؤلاء السبعين من من اسرائيل اقوى في الايمان واقوى في اليقين فربنا عز وجل اقام لهم الحجة على البعث والنشور لنوقبض ارواحهم ثم احياهم من جديد فصاروا كلهم ربانيين هؤلاء صاروا دغباء ربانيين بل في بعض الاحاديث انهم صاروا انبياء من انبياء بني اسرائيل لانهم سمعوا كلام الله وشهدوا كيف ان الله تعالى اماتهم ثم احياهم من جديد اجتمعوا كلهم مع سيدنا موسى هؤلاء السبعين نفر من صالح بني اسرائيل وصاروا في البكاء وصاروا في الابتهال والاستغفار للمولى عز وجل ماذا قالوا يحكي القرآن الكريم ماذا قالوا قالوا انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة انا هدنا اليك انا هدنا اليك ما معنى انا هدنا اليك اي اهتدينا اليك ربنا اهتدينا خلاص لقد صار ايماننا صادق وقوي فهؤلاء صاروا ربانيين بل صاروا انبياء بني اسرائيل سينا موسى كان هو الرسول وحوله مجموعة من الانبياء انتشروا في الارض لكي يبلغوا الدعوة وذكر العلماء ان كلمة يهود جاءت مشتقة من هذه الاية من هذه الكلمة في القرآن انا هدنا اليك ما معنى انا هدنا اليك يعني اهتدينا فصاروا يسمون يهود كما ان النصارى لماذا سموا النصارى واذقل الحواريون واذقل موسى واذقل ايسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله قال الحواريون نحن انصار الله بمعنى نصاروا دين الله فسموا نصارى فالنصارى هم الذين نصاروا دين الله وليهود من هم هم لن قالوا إنا هدنا إليك واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك هذا كلام السبعين نفر من صالح ابن إسرائيل ماذا كان جواب الرحمن سبحانه وتعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون من بين الوصايا التي جاءت في الألواح عند سيدنا موسى سيدنا موسى عنده الألواح وعنده التوراة فهي مجموعة تعاليم كثيرة الآن ما يسمى بالكتاب المقدس عند اليهود والنصرى هو التوراة زائد الإنجيل زائد تعاليم أخرى عند الربانيين من اليهود والنصرى كل كل يسمى الكتاب المقدس وهو كتاب ضخم في مجلد كبير جدا فمن بين التعاليم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم موسى عليه السلام بحضور السبعين من أنبياء بني إسرائيل أو الربانيين ما هي التعاليم؟ قال له عذابي أصيب به من أشاء الله حر يتصرف في ملكه كما يشاء عذابه يعدب به المتمردين والفاسقين والخارجين عن الدين ورحمتي وسعت كل شيء هذا كلام جاء مكتوب في القرآن الآن نقرأ من القرآن لكنه في الأصل كتب أيضا في الألوح عند موسى عليه السلام ورحمتي وسعت كل شيء بأن الله تعالى من صفاته الرحمة المطلقة وسعت كل شيء وهذا الخطاب كان سيدنا النبي محمد بن عبد الله المطالبي الهاشمي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام كان يفهمه هو موجه لسيدنا النبي محمد وللصحابة من خلفه وللأمة الإسلامية جمعاء سيدنا النبي مرة دخل إلى المسجد فوجد أعربيا وأحسن إليه فماذا قال؟ كان عنده دابة والنبي الكريم أكرمه وأحسن إليه ماذا قال؟ قال الله مرحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا سيدنا النبي قال هذا الرجل ضيق واسعا أترونه أهو أهدى أم بعيره؟ شكل أعقل وشهون البعير دياله؟ قالوا لما يرسل الله؟ قال الله تعالى خلق مئة رحمة مئة رحمة رحمة واحدة أنزلها إلى الدنيا يترحم بها كل الخلق الإنس والجن والبنائن والطيور في السماء والحيثات في البحر من أول الخلق إلى آخر الحلق رحمة واحدة أنزلها الله في الدنيا وتسعة وتسعين رحمة ربنا ادخرها إلى يوم القيامة في الجنة فقالوا أترون أهدى أضل أم بعيره؟ لقد ضيق واسعا ربنا يقول ورحمتي وسعت كل شيء حتى إبليس قيل لما نزت ديالآية قال يا رب أنا شيء أنا شيء فاكتبني من أهل الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء فاعترض الله عليه إبليس طمع في رحمة الله رغم كل ما فعله هو سبب الكفر والفسق وسبب الظلم والطغيان؟ سمعت الآية فطمع ورحمتي وسعت كل شيء فأجابه الله تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يمنون من الذي استحقوا رحمة الله الواسعة؟ من عندهم هذه الصفات؟ الصفة الأولى سأكتبها للذين يتقون يعني فيهم التقوى التقوى هي أن الإنسان دائما يستحضر مراقبة الله تعالى هذا الفعل يحبه المولى أفعله هذا الفعل يبغضه المولى أتقيه وأبتعد عنه ويوتون الزكاة من صفات الذين سوف ينالون رحمة الله الواسعة أنهم يخرجون زكاة أموالهم والذين هم بآياتنا يمنون أنه لا يجدل في آية الله عنده إدعان ويقين بكل أوامر الحق سبحانه وتعالى ويضيف ربنا عز وجل بيان صفة من يحتاج إلى هذه الرحمة وهذا مهم جدا انتبهوا ثم قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم اللهم صل على سيدنا النبي اللهم صل على سيدنا الحبيب الشفيع المختار سيدنا النبي مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل هذا الكلام هو حكاية قرآنية يحكي بأن هذا الكلام كتب في اللوح والألواح عند سيدنا موسى ومكتوب في التوراة بل ومكتوب في الإنجيل جميع الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بأن يبشروا بالنبي المنتظر الذين يتبعون الرسول النبي سيدنا النبي محمد هو رسول ونبي رسول جاء بشريعة جديدة ونبي أنبأه الله بالحق النبي الأمي لماذا سمه أمي؟ لأن سيدنا النبي ينتمي إلى العرب وهم أمة أمية معروف أنها لم تكن تكتب ولا تقرأ في الغالب الأعم قلة من كان يقرأ ويكتب حتى في مكة المكرمة عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة على رؤوس الأصابع حوالي سبعة عشر نفرا فقط وسمه الأمي لأنه لم يكن عندهم كتاب في ذلك الزمان اليهود عندهم كتاب مقدس وهو التوراة والنصر عندهم كتاب مقدس وهو الإنجيل فيسمون أهل الكتاب أما العرب لم يكنوا يسمون أهل الكتاب كانوا يسمون بالأميين هذا قضح لكن فيما بعد سيأتيهم الكتاب وهو القرآن الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل اسم رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل النسخة الصحيحة من التوراة بشرت بظهور سيدنا النبي وقد نزلت على قلب سيدنا موسى الكليم عليه السلام كذلك اسم سيدنا النبي أحمد مذكور في الإنجيل وأبشركم برسول نياتي من بعد اسمه أحمد سيدنا النبي اسمه محمد وأحمد أحمد في السماء ومحمد في الأرض جاء في الحديث أن أعرابيا لما سمع بهذا الدين الجديد فأراد أن يتيقن ويبحث فإذا به يبحث عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فوجدته بين رجلين فسأل من هلاء الرجلين قال داك الرجل داك اسمه أبو بكر الصديق الذي عن يمينه والآخر اسمه عمر بن الخطاب فالأعرابي تبع النبي الكريم وتبع صاحبيه فإذا بهم يمرون على رجل يهودي ابنه يحتضر أو شكأن يموت كان مريد والرجل اليهودي يحمل التوراة ويقرأ فيها ويدعو الله تعالى يدعوه أن يشفي ابنه ويترحم على ابنه فلما مر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف هونيها وقال للرجل اليهودي الذي يقرأ التوراة قال له بالله عليك وبحق من أنزلت عليه التوراة موسى أخي الكريم هل وجدتم ذكري عندكم في التوراة هل وجدتم ذكري عندكم في التوراة فأومأ الرجل اليهودي برأس هكذا يعني لا لم نجد اسمك يا محمد في التوراة فإذا بابنه المريد له في راشه الموت يحتضر رفع رأسه قال إي والله إنك مذكور عيننا في التوراة فقال النبي الكريم الحمد لله الذي أنطقك وفي لحظة إنت الابن فأمر النبي الكريم أن يغسل الابن وأن يدفن وأن يصلى عليه لأنه يؤمن برسول الله وأنه موحد وليس مشركا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ماذا يفعل ما هي الأدلة على صدق هذا النبي قد يقول قائل هذا النبي مجرد مدعي مجرد مختلق لكن الأدلة على صدقه هو التعانيم التي أتى بها ما هي التعانيم التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ربنا يفصل فيقول الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم علم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم هذه صفة النبي التعانيم التي جاء بها لكي نتعرف هل هو صادق أم مجرد مدعي ما دم يأمر بالمعروف وينعن المنكر فهو إذا صادق لأن الأديان كلها الأديان اليهودية والمسيحية كلهم يأمرون بالمعروف وكلهم ينهون عن المنكر وكلهم يأمرون مثلا في المنكر هو أكل الحرام وهو الزنا شرب الخمر إتيان الفواحش ظلم الآخرين اختصاب الأموال هذا كل منكر فالكل متفق عليه ويأمر بالمعروف يأمر ببر الولدين وصلة الرحيم والإشفاق بالمساكين والإحسان إلى الفقراء هذا كل معروف فنحن متفقون في هذه المبادئ العامة ويحل لهم الطيبات ويحرم علم الخبائث كل الأديان تتفق في هذا المبدأ سيدنا موسى عليه السلام شريعته الطاهرة في التوراة إنه يأمر بالطيبات فينهى بني إسرائيل عن أكل اللحم الميت ينهاهم عن إتيان الفواحش عن إتيان المرأة في الحيد ينهاهم عن الزنا ينهاهم عن الفواحش كلها وبالمقابل يأمرهم بالطيبات بأكل الحلال بأن يتطهر الإنسان بأن يعيش الناس بخلق حسن فنحن متفقون ويحل لهم الطيبات ويحرم علم الخبائث هناك إضافة ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم ما تتميز به الدعوة الإسلامية المحمدية عن باقي الأديان ماذا؟ هي أنها شريعتها خفيفة شريعتها ميسرة الشرائع السابقة كانت شديدة بني إسرائيل ربنا أعطاهم شريعة قوية وفيها أحكام غليظة حتى إن التوبة لا تقبل إلا بأن يقتلوا أنفسهم فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم لكن في الشريعة المحمدية ربنا عز وجل جعلها يسير إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه سيدنا النبي لما بعت معاد بن جبل وأبو موسى الأشعري بعتهما لا تطوع ولا تختلف يسير ولا تعسر بشر ولا تنفر الشريعة الإسلامية تمتاز عن بقية الأديان من أهل الكتاب أنها ميسرة ربنا أنزل علينا خواتيم البقرة أمرنا أن نقول ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن ربنا عز وجل كان إذا أكل دعاء كان يقول قد فعلت قد فعلت قد فعلت فربنا لا يكلفنا الشدة في شريعتنا الإسلامية سمحا قال يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائت ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الخطب هنا كلهم موجه لبني إسرائيل هذا الكلام هذا النص القرآني مدكور في الألوح التي جاءت عن سيدنا موسى عليه السلام ومدعوون للإيمان بهذا النبي الكريم فالذين يؤمنوا به آمنوا به وعزروه الخطب أيضا موجه لمن لبني إسرائيل من أهل الكتاب الذين كانوا في عصر الدعوة في مكة المكرمة سيدنا النبي كان غرضه أن اليهود المتواجد في مكة المكرمة وما حولها كان هناك يهود يترب ويهود تيماء ويهود خيبر ويهود بني قريضة ويهود بني قينقاع كانوا من أهل الكتاب فحاول النبي الكريم سيدنا محمد أن يربط مع معلقة مودة قال لهم أنتم أهل كتاب ونحن أهل كتاب أنتم تأمرون بالمعروف ونحن نأمر بالمعروف أنتم تنهون عن المنكر ونحن نهل عن المنكر أنتم دينكم يأمركم يحلكم الطيبات وديننا يحل الطيبات دينكم يحرم الخبائت وديننا يحرم الخبائت بل وديننا يضع عنكم الإصر الذي كان عليكم من قبل ربنا جاء بالدين الإسلام لكي يزيل عنكم الشدائد التي فردت عليكم من قبل ويضع عنهم إصرهم والأغلى التي كانت عليهم فكذا سيدنا النبي يطمع أن يؤمن اليهود في مكة وما حولها لأنهم أقرب من المشركون يعبون الأصنام والأوتان أما أنتم يا بني إسرائيل لكم نبي أمركم بالتوحيد وعندكم دين الله وتستغفرون وعلمكم العبادة والطاعة فأنتم أقربوا إلي من المشركين الذين يعبدوا الأصنام والأوتان هكذا كان النبي الكريم في أول الدعوة الإسلامية كان يتقرب إلى أهل الكتاب فالخطبون موجه لليهود فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون من بني إسرائيل في ذلك الزمن ثم ينتقل ربنا عز وجل في الخطاب ليخاطب الإنسانية جمعا هذا خطاب لبني إسرائيل الآن ربنا سوف يخاطب الإنسانية جمعا إلى قيام الساعة ماذا قال قل يا أيها الناس من هم العرب لا اليهود لا النصرة لا كل الإنسانية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فسيدنا النبي دعوته هي دعوة شاملة ودعوة جامعة فالنبي الكريم يمتاز عن بقية الأنبياء السابقين أن كل نبي دعي لقومه في زمان معين ومكان معين ولقوم معينين ولفترة محددة كل نبي عنده فترة محددة باستثناء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعت للعالمين وبعت لقيام الساعة وإلى أبد الأبدين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت إلى ماذا دعا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ماذا دعا دعا إلى توحيد الله إلى إفراد الله بالعبودية إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض الملك لله والحكم لله والأمر لله لا إله إلا هو يحي ويميت هذا الأمر متفق عليه بين اليهود بين النصارى وبين المسلمين متفق عليه بين أهل الكتاب إذا لقيت يهودي أو نصرانيا لن تجد اختلاف بينك وبينه في هذا المبدأ هذا متفق عليه ثم قال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ربنا يخاطب هنا كل الخلق خصوصا أهل الكتاب فسيد النبي محمد بماذا يمتاز عن بقية الأنبياء إنه يؤمن بكل الأنبياء إنه يؤمن بأخيه موسى كان يقول أخي موسى أخي موسى أخي موسى سيدنا موسى دكر في القرآن مئة وإحدى وثلاثين مرة ودكر في أربعة وثلاثين سورة سيدنا المسيح دكر سبع وعشرين مرة سيدنا محمد لم يذكر في القرآن إلا أربع مرات وده احتفال لكي يدعو إلى الحوار بين اليهود وبين النصارى على كلمة سواء وأنك قواسم مشتركة بين الأديان السماوية وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين كان يقول أنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين فصلوات الله وسلامه على سيدنا النبي محمد وطوب لنا طوب لنا أمة الإسلام طوب لنا أمة لا إله إلا الله أن جعلنا الله تعالى من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيا بنا أيها الأحباب الكرام في هذه اللحظة نصلي ونسلم على هذا النبي المختار الذي أكرمنا الله به طوب لنا معشر الإسلام طوب لنا أهل الإيمان بهذا النبي المختار وعلينا أن نفتح الجسور ونفتح الحوار مع غيرنا من أهل الأديان ونقول هلم إلينا جميعا إلى حضيرة الإسلام السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله